هذه المواقع التاريخية تتعكس الغنة التاريخية للعرائش مدينة تعد من أقدم المدن المغربية وعرفت تعاقب العديد من الحضارات عليها كالفينيقيين والرومانيين العديد من المواقع التاريخية الشاهدة على عراقة المدينة أضحت اليوم عرضة للإهمال مما قد يتسبب في انهيارها واندزار جزء من تاريخ العرائش العرائش هي من المدن المغربية التي تتوفر على مدينة عاتيقة بشكل المعماري المتميز التي يتميز أولا بالعلود والبنايات هي شيء ما يجبره في مدينة العاتيقة ثانيا مدينة العرائش هي منطل لكسوس الأتاري التي عرفت توافد الحضارات الفينيقيين الحضارة الإسلامية البيزنطيين عرفت حضارات متعددة مدينة تتميز بالوجود الأبراج في المدخل المخرج المدينة اللي هو برج الفتح وبرج السعديين رد الاعتبار للمواقع التاريخية للعرائش كان على طاولة النقاش بالمنتدى الدولي للمدن العاتيقة التظاهرة تسعى إلى توفير فضاء للتفكير بشأن السياسات التي تتعين بلورتها لجعل التراث المادي دعامة للتنمية دقيقة أن هذه الندوات واللقاءات والمنتديات التي تقوم بها الشبكة وكذلك الجمعيات المنتمية للمجتمع المدني التي هي بادرة طيبة تقوم بها هذه المؤسسات لتعريف بتراثنا المادي الخالد وتعريف به في بلادنا وكذلك في قارتنا الأفريقية من المهم جدا أن يجمع الأفريق حول موضوع يتعلق بتاريخهم إذ أن المدن العاتيقة تشكل إرثا للأجيال القادمة والمنتدى يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين عدد من الدول التي تهتم بتاريخها وحضارتها كما أن دورة هذه السنة ركزت على المدن العاتيقة الإفريقية المنتدى عرف مشاركة حولي 30 دولة بين 15 بلدا إفريقيا وشكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين رؤساء جماعات المدن العاتيقة كما تميز أيضا بتنظيم عدد من الورشات التي تطرقت لمواضع همت على الخصوص كيفية تزمين المواقع التاريخية والحفاظ عليها